النهاردة تقريبا كان في مباريات مهمة لكن قبل المباريات خلينا نقول أنه في تطورات كانت كتيرة في إصابات الأهل يا باشونز يمكن الاتحاد الأفريقي حتى هو بيتفاعل مع حسم موضوع الملاعب الخاصة بالاتحاد السوداني الكاف بيعيد الهلال والمريخ لللاعب في السودان في دور الأبطال قضية ما تخصش النادي الأهلي كطرف منافس في المجموعة هو سانداونز مع الهلال والمريخ الاتحاد الأفريقي كان عنده تحفظ على اللعب في السودان لكن زي ما بيقول موقع مصراوي أنه في مصدر مسؤول في إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي قرروا اعتماد لجنة الترخيص بالكاف لملعب الجوهرة الزرقاء في السودان ليصبح ملعبا رسميا للهلال والمريخ في دور الأبطال ملعب الجوهرة السوداء هيستقبل مباراة المجموعة الأولى في الجولة الثانية يومي 18 و 19 فبراير هيستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي يوم 19 فبراير ويخوض المريخ السوداني مباراته مع سانداونز يوم 18 فبراير ده يمكن كان محل اهتمام كتير جدا من الصحافة السودانية والمواقع الإلكترونية بالموقف من ملعب الهلال والمريخ زي ما كان اهتمام الصحف الجنوب الأفريقية كما هو واضح بمسألة وصول زوجة موسيماني للقاهرة بما يشي بقرب التجديد وكل المواقع تحدثت عن عقد النادي الآلي قدم عرضه لمستر بيتشو موسيماني لتجديده وكل المواقع في جنوب أفريقيا تتحدث عن قرب تمديد من بيتشو موسيماني للأهلي كلها قضايا بتبقى إعلامية أكتر منها حقيقية وإن كانت لها تدعيات فنية نتمنى الملفات تتقفل أي إن كانت النتائج علشان نمشي بقى باستقرار في اتجاه الأهداف الصعبة التي تنتظر النادي الآلي لحيات من الأهداف الصعبة جدا مباراة منتيري منتيري المكسيكي اللي كشف التقرير الصحفية عن تعرض دوفان في راجار لعب منتيري المكسيكي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منتيري المفروض هيلاعب الأهلي في كأس العالم للأندية في أبو ظبي يوم 5 فبراير الجاري المقبل على ملعب محمد بن زايد قال نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اللي استعدت لاستقبال هذا الحدث المهم كبطولة العالم للأندية وأشارت الإزاعة المكسيكية أن دوفان في رجار أصيب في مباراة منتيري الأخيرة أمام كروز أزول يوم السابت الماضي وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بقطع في الصليبي إذا كان عندهم لاعب فالأهلي عنده كتير شوف المثل يقولك المصائب لا تأتي فراضة هذا ما يحدث للأهلي يعني أنت وانت عمال بتقول يطار التداخل بتاع البطولات أمم الأفريقية مع كاس العالم الأندية توقف الدوري المصري بسبب هذه البطولة الكورونا النقص العدد اللي بيحصل لك محليا والإصابات اللي تحصل لك محليا ما فيش مباراة ودية أو رسمية أو مع المنتخب إلا ما بيبقى فيه ضحية لنادي الآلي وما فيش فيهم إصابة تقدر تقول إنها ترجعت بعد يومين أو ثلاثة كلها أثبت تهدد يعني إحنا عندنا صليبي وعندنا ضمة وعندنا شد وعندنا كل الخصوصات الطبية وعندنا كورونا وعندنا كدمات وعندنا يعني ضمة وخلفية في كل لعيب عندك الباقي اللي خاف متفاهم عندك قلب يعني بدر بنون وبدر بنون إصابة غريبة جدا تدعيات كورونا يعني يمكن بدر بنون اللعب الوحيد اللي حصل له تدعيات الكورونا بهذا الشكل هو أمر لا يعني الله يدخل لنا الأفضل ولذلك أنا من شوف من زمن بقولك إيه بينه وبينك علينا أن نكون وقعين ونواجه الأمر ووقع ونعد الموجودين بحيث يبقوا في أحسن حالاتهم حتى دي لم نتمكن منها هذا أنت الناشئ الصغير أحمد كوكا برضو تدعيات كورونا واخد أجازه شهر ونص أيوه معادي اللي قال بعدين مضطر ربما يكون كان مضطرا هنقشه بعدين دي أسباب له برضو أننا نتأخر الدفع بالأساسيين وعندما دفع بهم دفع بهم مرة واحدة هنقش دي بفقرة لكن أكرم توفيق سافر رفقة الدكتور أحمد أبو عبلة إلى ألمانيا ليخضع لجراحة الرباط الصليبي اللي بنتمنى له يا رب منها عملية نجاحة وإن شاء الله سرعة العودة للملاعب بإذن الله أكرم أصيب في فترة كان في قمة توهجه وفي قمة انطلاقته وفي قمة مستواه سواء مع المنتخب في كاس الأمم أو ما كان ينتظره مع الأهلي كان مرشحين أفضل لا كان واحد من المرشحين لجائزة الأفضل في البطولة لكن الحقيقة الإصابة جات في توقيت قاتل جدا وإصابة مؤثرة نتمنى له سرعة وتمام الشفاء منها إن شاء الله ربنا أشفي الجميع ونقدر نسترد يعني ثلاثة أربع لعبهم مهمين جدا ويحمي الباقي قبل البطولة اللي نتمنى الأيام المتبقية تكون كافية أن نحن نجاهز أكبر عدد من اللاعبين ونتمنى أن النهاردة كمان نقدر نحاول نطمن حضراتكم على كل أحوال لعبتنا سواء الشناو اللي أصيب بشد في العضلة الخلفية أو كمان حمد فاتحي اللي أصيب بشد في الضمة الاتنين ومحمد شريف كمان فبالتالي ليه لعبت الأهل بس الإصابات الغريبة دي يا بشمان سواء مع النادي أو المنتخب قضاء الله سبحان الله يعني الأول إحنا شكينا في ملعب التيتش شكينا في الأحمال بس إحنا بقنا تلات أربع سنين أنا تحليل وعيد وبعدين مع المنتخب يحدث نفس الأمر هل نتيجة الضغط المتتالي على وعدم الحصول على الراحة الكافية وتلاحم المواسم بالنسبة لأهل بأن تلات أربع مواسم بالطريقة دي ما فيش سبب تاني غير كده دلوقتي أمامي يعني لكن هو قضاء الله الذي يجب أن نقبله ووفرة اللعبة ربما تكون يعني فيها الحلول ولكن أيضا القرار واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة عشان تاخد أفضل مالدة لعبتك أرجو أن الأهم المتبقية تكون كافية لهذا نتمنى بإذن الله